ننتقل معك أستاذ عبد الماجد إلى خبرنا الثاني لليوم من صحيفة السودان ومنها نقرأ الصادق المهدي يقرر العودة إلى السودان بعد أشهر من الغياب قال رئيس حزب الأمة القومي المعارضة الإمام الصادق المهدي إنه قرر العودة إلى السودان بعد غياب استمر نحو تسعة أشهر قضاها متجولا بين القاهرة وعمان ولندن والتقى المهدي رئيس تحالف نداء السودان بالعاصمة البريطانية لندن بوفد رفيع من حزب المؤتمر السوداني ضم كل من أبو بكر يوسف بابكر الأمين السياسي للحزب وحمزة فاروق رئيس فرعية الحزب بالمملكة المتحدة وأيرلندا وأبو القاسم محمد صالح والرضي علي إبراهيم وحسب بيانات فقد اتفق الحزبان على موقف نداء السودان من تطورات مسار الحل السياسي التفاوضي وحمل الحزبان الحكومة كامل المسؤولية إزاء وصول المساري مسار الحل السلمي إلى طريق مسدود بالتملص من التزامه بخارطة الطريق إذن أستاذ عبد الماجد بعد غياب لتسعة أشهر ها هو الإمام يقرر العودة إلى السودان مجددا ما تأثير هذه العودة التي ليست الأولى على المشهد السياسي في السودان الآن الله رشد دعنا نسأل هل افتقد الداخل السودان إمام الصادق المهدي طيلة هذه الأشهر التسعة ربما تبدو الإجابة لا وأقول هذا أيضا مع كامل التقدير الاحترام لقواعد حزب الأمة لقيادات حزب الأمة لرموض حزب الأمة لجمهر حزب الأمة بداخل وخارج السودان نقول أنه الداخل لم يفتقد الإمام الصادق المهدي في هذه الفترة مع أنه الرجل لم يغيب ولا يوم ظل على اتصال دائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر خطبه الصوتية عبر خطبه المكتوب عبر حتى أخباره يوم بيوم لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل لا يزال الإمام الصادق المهدي يتخذ القرارات الصحيحة في وقت الخطأ أو العكس الإمام الصادق المهدي ظل أنه في فترة طويلة جدا جدا يقفز إلى أعلى سلم المعارضة ثم يفاجئ الجميع بأنه يعود دون أن تكون هناك أي أسباب موضوعية للعودة خارج الرجل الابارس خارج من القاهرة وخرج حتى من السودان النفس وقال أنه لن يعود ها هو يعود دون أن تكون هناك أي شروط أخرى أو حتى اتفاق آخر مع طرف القرارة وأنا عن الحكومة هل هذه المجموعة مع التقدير له التي قابل الإمام الصادق المهدي قد تكون لديها صلة مباشرة بعضة الرجل إلى الداخل الإجابة لا لإمام الصادق المهدي أنه غيابه طويلة هذه الأشهر التسعة تسبب في مشاكل كثيرة جدا جدا داخل حزب الأمة الغيابة الطويل لإمام الصادق المهدي وأيضا التمتلس في العواصم العربية والعواصم الأوروبية أفقد حزب الأمة حرارة التواصل مع قواعده بالداخل ليس سرعنا بالدخل أجيال كثيرة جدا من حزب الأمة نشاهد لا تعرف الإمام الصادق المهدي أجيال كثير جدا حتى قيادة حزب الأمة هي تفتقد الإمام الصادق المهدي في الوقت الذي تحتاجه وذلك عودة الرجل أو غيابه أو سفره مرة أخرى ربما لم يعد غريبا على المشاهد المتابع السياسي ومرقب السياسي الأمر المؤسف حقا أن الوطن يفتقد رجل في تاريخ وقدرة وكارزمة إمام الصادق المهدي في الوقت الذي يحتاجه فيه من الذي حقق الإمامة الصديق أن أبطلت هذه الفترة أمين الخسائر التي نيومت عن غيابه غير المورر الوحد هو حزب الأمة وكان أنه صار قادر إياب على هذا السؤال لكن العود إلى السؤال الأول أن الشارع السياسي بالذات الشارع المعارض للحكومة الحالية إذا كان حتى على مستوى الإعلام والمستوى السياسي لم يفتقد الإمامة الصديق المهدي لأنه ظل دائما كما قلت التخزق قرارة الخاطئة في الوقت الصحيح أو القرارة القاطئة في الوقت الصحيح أيهما أول ولذلك عودة الإمام من عدمها ربما لا تؤثر كثيرا في الداخل السياسي هي قضية ربما أصبحت تخص فقط كيان الأنصار وحزب الأمة لرجل خسرنا كثيرا جدا جدا بغيابه ولم يكسب لا على مستوى الوطن ولا على مستوى حزب الأمة بهذه المعارضة غير المورر والصادر نعم أستاذ أبن الماجد لكن الرجل أيضا قال أنه ذهب إلى الخارج لتأدية مهام حزبية وتنظيمية وهاء مهام مختصة بقوى نداء السودان هل أنجز تلك الوطن التي ترك المشهد السياسي لأجلها الآن؟ أنا أعتز جدا بأن أحد أبناء الكيان الأنصار ولم يكن حزب أمة وفي قلب هذا الكيان أعرف تماما ما الذي حدث في غياب الإمام الصادق المهدي لم يتحقق شيء أقول هذا بكل شجاعة لم يتحقق شيء الإمام الصادق المهدي فترة غيابه على مستوى الحزب وعلى مستوى الكيان وحتى على مستوى الحلفاء السياسيين الذين لم يعودوا يسقون أبدا في الإمام الصادق المهدي هذه أزمة كبيرة جدا أنه مواقف الإمام الصادق المهدي لم تعد مواقف مقبولة لم تكن مواقف مضمونة حتى للذين يواليهم والذين يتحالف معهم دائما يفاجه يفاجه أولا الحلفاء بقرارات ربما تبدو صادم أنا على ثقة وعلى يقين بأنه قرار عودة الإمام الصادق المهدي نزل كالصائقة على الذين ربما وسقوا فيه فترة سيوى وضعوا معهم مجموعة من التحالفات أمامه هذه حال الإمام الصادق المهدي دائما يخسل الذين يقفون معه ولذلك وفقد الكثير من الأراضي حتى على مستوى القوة السياسية والجماعة التي ظل يتحالف معهم منذ فترة طويلة في نظرك لماذا قرر العودة الآن؟ لأن خسائر تكلفة البقاء في الخارج عالية الإمام الصادق المهدي كان يعول على البقاء في القاهرة قريبة جدا جدا من الخرطوم الحركة السياسية حركة القيادة حزو الأمة الدخول الخريج ونزل إمام الصادق المهدي أمر طبيعي الآن إمام الصادق المهدي يتجول من لندن إلى السعودية هذه قضية مزعجة بالنسبة لإمام الصادق المهدي التكلفة المالية عالية التكلفة السياسية عالية وهناك خسائر كثيرة جدا جدا لا ترى بالعين السياسي المراقبين أنا أعني بها أنه غياب الإمام الصادق المهدي من الداخل السوداني سيجع على الرجل ربما إن عاد مرة أخرى لا نجد إلا مجموعة من المقر ريون الذين يحطونه بالحزب أمن الحزب تشقق وتشظى وهناك جيل كامل من قيادات حزب الأمة رحلت عن الدنيا وجيل آخر محبط صالب عيد لا يعاول كثيرين جدا جدا على إمام الصادق المهدي الحزب يواجه تحديات حقيقية لن يحلها ون يساعد على الخروج منها غياب الإمام الصادق المهدي وبقاوة في عاصمة الضباء وغيره من العاصمة الأوروبية عوذ رجل الداخل ومواجهة الواقع الحالي بكل تعقيداته هو الحل الوحيد أمام إمام الصادق المهدي الذي نريده قائدا سياسيا بذات الكارثمية بذات التعقيدات القوة لصالح المشروع الوطن السوداني الكبير أما غيابه في الخارج فلن يجعلنا إلا نقصر جميعا ينظر الكثيرون أستاذ عبد الماجد إلى الخطوة التي في حال تم استغلالها جيدا فإنها قد تمثل منصة لوفاق وطني هناك بعض الناس ينظرون إلى هذا الأمر لكن ما يعكر صف هذه الخطوة موجود بلاغات مدونة ضد الإمام هل تتوقع حراك من قبل المؤتمر الوطني الحاكم يدعم خيار الوفاق أم تحركات أخرى تدعم خيار تحريك تلك البلاغات أي برقب سياسي لا يمكن طبعا أن يتجاوز أن يكون الإمام الصادق المهدي رجل داخل الحكومة ورجل أخرى بالخارج يصعب جدا جدا على أي سياسي أن يصدق أو حتى يتخيل أن يكون وجود الإمام إبن الإمام الصادق المهدي الفريع عبد الرحمن داخل كابينة القيادة في القصر الجمهوري وبقرب من الرئيس الجمهورية أن يكون دون موافقة والده هذه القضية يصعب تصديقها لذلك صعب جدا جدا أيضا أن تفك العودة الإمام الصادق المهدي من تفاهمات داخلية غير معللة مع حزب المطور الوطني إمام الصادق المهدي لم تنقطع صراته أصلا بحزب المطور الوطني لا على المستوى الرسمي ولا على المستوى الفردي منذ فترة طيولة جدا جدا هناك قنوات تواصل من الطرفين لم تنقطع ولذلك قضية البلاغات هي كلها قضايا سياسية يمكن أن ترفع وأن تؤجد تحتها رحصة إمام الصادق المهدي إذا لم يجد ضمانات حقيقية للعودة لن يقول به التصريح لأن التصريح لم يأتي من أي شخصية أخرى إنما جاء مباشرة إمام الصادق المهدي هذا يعني أن الرجل وجد مزيد من الضمانات وجد مزيد من التأكيدات عن عودة لن تكون لديها أي قيود أخرى حتى إذا جاء وتم اعتقاله وسجنه سيخرج أيضا على رافعة التفاوض هذه ليس المرة التي يعتقل في إمام الصادق المهدي وليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة في التفاوض مع المؤتمر الوطني سر مجهرا لا مستاذ عبد الماجد أيضا تأتي مع عودة الإمام مع اقتراب قيام المؤتمر العام لحزب الأمة القومي في التاسع عشر من شهر ديسمبر المقبل كيف تنظر لمستقبل حزب الأمة القومي لا سيما في ظل إعلان سيدة الإمام أكثر من مرة عن زهده في المنصر مستقبل حزب الأمة أيضا رهيم بمستقبل كل قوة سياسية جديدة راشد خماريك الآن أيال جديدة أصبحت لا تؤمن بالله وهذا تحدي كبير جدا لكل القوة سياسية من أقصر من الأقصر يسار هناك جيل جديد أصبح الهاتف هو المنصة التي يدعم ما هو الحزب هو الحزب هو القناة هو الأفكار التي لديهم هناك جيل كامل لم تعد لديه قناعة بقوة سياسية ولا حتى بالأحزاب حتى الحزاب العقائدية ولذلك التحدي أمام حزب الأمة أمام سيدة صادقة المادي لأنه أنا كما ذكرت جيل كامل من حزب الأمة رحل على الدنيا وجيل آخر استعيد للرحيل الحزب شاخل الحزب يحتاج إلى معجزة حتى يعود فاعلا بالضرورة في الواقع السياسي هناك أسر كذلك جدا جدا تحتاج إلى إجابة هناك أجيال جديدة في حزب الأمة لن تعد مقتنعة بالطريقة الأبوية التي يقود بأمام صادقة المادي ولا الطريقة الأسرية التي تداربها الحزب هذه أسرة صعبة ولذلك المؤتمر العام إن لم يأتي بمناقف هذه القضايا الحية وصورة واضحة لن يكون إلا مناسبة فقط لتجديد البيع على أمام الصادقة المادي والتأكيد أيضا على زعامة أبنائي وناتي للخزب الذي تآكل من الوسط وتآكل من أطراف لا